اهلا بكم التقى جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور سمويل امير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليوم عددا من ممثلي القطاع الخاص لمناقشة البرامج والخطط الاقتصادية الوطنية جاء ذلك في اطار اللقاءات التواصلية المستمرة لجلالته لبحث اليات النهوض بالاقتصاد الاردني والوقوف على ابرز التحديات التي تواجهه واكد جلالة الملك خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء اهمية دور القطاع الخاص في تعزيز افقع وحالة التفاؤل بالاقتصاد الوطني وشدد على ضرورة توجيه الجهود لاعادة الزخم للنمو الاقتصادي واجاد المزيد من فرص العمل سجل معدل اسعار المشتقات النفطية خلال الاسبوع الرابع من الشهر الحالي ارتفاعا مقارنة مع اسعارها المسجلة في الاسبوع الثالث بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبحسب البيانات فقد ارتفع معدل سعر البنزين اكتان 95 بنسبة 1.6% ليصل الى نحو 709 دولارات للطن كما ارتفع معدل سعر البنزين اكتان 90 بنسبة 2% ليسجل حوالي 688 دولارا للطن وسجل معدل سعر مادة الديزل ارتفاعا بلغت نسبته 1.5% ليصل معدل سعر الطن الواحد الى 633 دولارا و30 سنتا كما ارتفع معدل سعر الكاز بنسبة 1.8% ليصل الى نحو 669 دولارا للطن اما بالنسبة للغاز البترولي المسال فقد استمر عند 529 دولارا و40 سنتا للطن بارتفاع بلغت نسبته 3.3% مقارنة مع معدل سعره في شهر اذار الماضي وسجل معدل سعر خام برينت ارتفاعا خلال الاسبوع الرابع من الشهر الحالي بنسبة 3.1% ليصل الى 73 دولارا و20 سنتا للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الثالث الذي وصل الى 71 دولارا للبرميل شهدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ازدحامات شديدة بسبب مراجعي دعم الخبز ومراجعي الاعفاءات من غرامات الضريبة وسط اتهامات للدائرة بسوء التنظيم شهدت فروع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في العاصمة عمان ازدحاما شديدا من قبل المواطنين لمتابعة اجراءات التقدم للحصول على دعم الخبز ومراجعي الاعفاءات من غرامات الضريبة المواطنون في حديثهم لرؤية اشتكوا تداخل الادوار في فروع الدائرة وتعطوا لنظام الدور الالكتروني وعدم انتظام الدور في تقديم الخدمات التعامل جدا سيء جدا يعني كأنه فوضى فوضى لا درجة لا ابعد الحدود انا ما الي انا مرأة مرور من هون بس المنظر هذا محرام معيب بشر هذول ناس كأنهم بستلموا معونات كأنهم صدقات عيب حكولي ولادك من 2011 خرج البلاد وهم يهون بالاردن عرفت علي ورايح جاي من الاقامة والحدود على الدعم يعني بهدلي بهدلي يعني يعني بعطونا المصاري من يتمهدل ونحطهم بنزين وعطونا عند دواماتنا جوزي طلع يشتغل الو سلش شهور برات البلد بحكولي ما بطلع لك اليك طب انا ولادي انا مش مواطن اردني ودعم خبز هو المالك مش حكة لكل مواطن اردني بيحمل رقم وطني طب انا ومعي ثلاث اولاد مين يعني جوزي وبجيبنا الخبز من السعودي مثلا ولا شو من جهتها قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان الازدحامات تشكلت بسبب عدم استخدام المراجعين للخدمات المتوفرة الكترونيا احنا عندنا قلية تنظيم الاعتراضات تقدم الكترونيا والموقع الالكتروني مفتوح ولكن فيه ناس بصروا انهم يجوا شخصيا اعتادوا على انهم لازم يراجعوا شخصيا يعني موقع دعمك مفتوح وتقدروا انتوا تتأكدوا منه واي مواطن يقدروا يتأكد منه ويدخل عليه مسموح له انه يقدم الاعتراض الكترونيا واحنا بمدرسها الكترونيا زي ما صار في الاعوام السابقة في الوقت الذي شهدت فيه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جمعا غفيرا من مراجعها لغاية دعم الخبز والحصول على الاعفاءات من الغرامات الضريبية يبقى السؤال مفتوحا حول تحقيق الخدمات الحكومية الالكترونية لغايتها اعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن خطتها الرقابية على الاسواق خلال شهر رمضان المبارك والتي تركز على توفير السلع الاستهلاكية بكميات كافية وخيارات متعددة وبأسعار تلبي حاجات المواطنين وأكدت الوزارة أن الخطة تركز على رصد المخزون الاستراتيجي للمواد ومدة الكفاية في ضوء مؤشرات الاستهلاك ورصد مؤشرات السلع الغذائية ورمضانية والمحافظة على توفرها واستقرار أسعارها والرقابة على الأسواق بالإضافة إلى استقبال الشكاوى ومعالجتها وأوضحت الوزارة أنه تم مع تنصيق مع الجهات المعنية على ضرورة إعلان السعر على السلع والتزام القطاعات التجارية بعدم رفع الأسعار إضافة إلى تعزيز المخزون الاحتياطي للمحروقات لدى المحطات ومراكز توزيع الغازة كما تتضمن الخطة تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال التركيز على قطاعات المخابز واستخدام الطحين الموحد المدعوم للغايات المخصصة وتحديد سقف لسعر القطايف ومراقبة محال بيع الحلويات والسكاكر كشفت وزيرة التقطيط والتعاون الدولي دكتورة ماريق عوار عن عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تم إنجازها مؤخرا منذ إطلاق مصفوفة الإصلاحات لفترة خمس سنوات والموجهة نحو النمو وخلق فرص العمل الوزيرة أوضحت خلال جلسة حوارية عن مخرجات مؤتمر لندن والتي نظمها منتدى الإصراجيات الأردني أن مصفوفة الإصلاحات ذات أولوية قصوى مرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن الإطار الزمني المقترح بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وفرص التشغيل من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادي أن الحكومة تعمل على تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال إجراءات تتمثل بتذليل كافة علاقبات أمام المشاريع الاستثمارية القائمة والجديدة هذه الجلسة هي استمرار بالاستثمار بمؤتمر لندن وغير مؤتمر لندن قلنا أنه فيه استراتيجية واضحة لأنه أو أول استراتيجية لأنه بحب أذكر فيها أنه الأردن قادر أنه يكون مركز لتقديم الخدمات للشركات العالمية بخلال مؤتمر لندن قدرنا نستقطب أول شركة عالمية تسجلت واستأجرت بالعبدالي وهي شركة بتقدم خدمات مهنية لمؤسسات الأعمال أقرت الهيئة العامة للبنك الأهل الأردني في اجتماعها السنوي الذي عقدته اليوم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بنسبة 6% من رأس المال وتوزيع 4% أسهما مجانية وذلك عن أعمال البنك للعام المالي 2018 وقال رئيس مجلس إدارة البنك سعد المعشر أن البنك استطاع بالرغم من التحديات الاستثنائية التي مرت ولازالت تمر بها المملكة والمنطقة بأسرها من تحقيق نسب نمو على صعيد مؤشراته المالية وتمكن من تسجيل العديد من الإنجازات إلى جانب النجاح على صعيد مبادراته الاستراتيجية التي نفذها خلال العام 2018 وبين المعشر أن البنك حقق أرباحا بلغت 33 مليون ومئتي ألف دينار قبل الضريبة بنسبة نمو بلغت 65.4% مع سمرار البنك في سياسة تخفيض المصاريف وبين أن المصروفات الأخرى انقفضت بنسبة 15.5% وذلك في ترجمة لاستراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق نفتقر اليوم أنه كان في مشاركة كبيرة جدا من قبل المساهمين العزاء يعني الهيئة العامة كانت ناشحة جدا بنك الأهل الأردنية أخضم بنك أردني تم تسجيله في المملكة من تقريبا 64 سنة تقريبا فلدينا ألاف وألاف من المساهمين فالحمد الله كانت الهيئة ناشحة جدا بحضورهم اليوم يواجه قطاع غزة واقعا اقتصاديا صعبا نتيجة تواصل حصار الاحتلال الذي أثر بشكل ملحوظ على مختلف تفاصيل القطاعات الاقتصادية لنتابع لتهويبهم نحو أدنى مستويات الحاجة نتيجة استمرار حصار الاحتلال وحجزه لأموال المقاصة وعدم تسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي استمرار الخصومات على رواتب الموظفين العموميين اليوم الناس تشتري البطاطا اللي بقت تشتريها بالعشرة كيلو كيلو يأخذ والبندورة مين بروح بشتريها الوقت بطيخ هي بطيخ هنا مين بشتريها فيش لا بيع ولا شراء ولا حاجة الله يساعد الناس فيش فلوس فيش فلوس الأزمة عكست بشكل مباشر على قطاع التجارة ما ألحق ضررا بإمكانات المحلات كافة الصغيرة منها والكبيرة نتيجة تراكم ديون المشترين الذين اعتمدوا على الدفع اللاحق اعتمادا على رواتب ما عادت تكفي لشراء احتياجات أسرهم بالنسبة للمحلات اليوم ولا هي قادرة تتحرك ولا شيء أي محل في قطاع غزة مش محزوم ومكسور وبكابر مكابرة على نسبة الأشياء الديون اللي موجودة على الناس بسبب الوضع والخصم علينا بالرواتب نحن موظفين بطل يتعامل معنا بالديون لأنه صار التجار يلحقوا أصحاب المحلات بدون مصاريهم ونحن بنقدر شي نأخذ منهم بطل يعني رفضوا يدونا الديون بالدين فهمت علي وبطلنا أن نقدر نوفر إلى حاجة لأطفالنا لأولادنا على متطلبة الدار طبعا بطلنا نقدر نجيبها مراقبة الوضع الاقتصادي ومحاولة تحليله وقراءته بات يقدم مؤشرات حقيقية لتعطل عجلة الاقتصاد في القطاع نحن أمام حالة انهيار شبه كامل في الأسواق الفلسطينية إفلاس شبه كامل للتجار إغلاق شبه كامل للقطاعات الصناعية شح شبه أيضا كامل في السؤولة النقدية داخل قطاع غزة هذا الواقع لا يمكن أن نتحدث به عن واقع اقتصادي يمكن أن يوصف وفقا للمقييس والمؤشرات الاقتصادية نحن أمام حالة منهارة بالكامل دون حل استراتيجي سياسي لا أفق له بات من المستحيل توقع واقع أفضل خلال وقت قصير مناعك القناة رؤية غزة فلسطين